السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسهلا فيكم جميعا على قناة شروحات الوردة ارسانة ان شاء الله تكونوا لباسعيكم تكونوا هانين لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جليل اول شي رح نحكي عن فئة المتعاقدين الخاص بقطاع التربية لمنحة التقاعد لعمال التربية حيث مع السنة الجديدة ان شاء الله ستكون هناك تغييرات جديدة وتغييرات مفرحة ان شاء الله نفئة المتعاقدين الخاصة بعمال التربية هناك قرارات جديدة للمتقاعدين المتقاعدين تم وضع لهم منحة اتداء من شهر جانفي حيث تم رفع منحة الزيادات ومنح والتعويضات رح يبلغ قيمة رفع منحة التقاعد الى 32 مليون سنتيم وبالاضافة الى سلفة السيارة رح تكون 100 مليون سنتيم ابتداء من شهر جانفي وابتداء من واحد جانفي بالذات سيتم عملية التطبيق ان شاء الله هذا خاص فقط بقطاع التربية حيث بامكانهم الاستفادة من المنحة وسلفة السيارة هناك خدمات اجتماعية اخرى لكل عمال التربية رح يستفيد منها بشكل كبير في القريب العاجل منها رح يستفيد من مبلغ التقاعد اللي بلغ العدد 32 مليون سنتيم وايضا رح يستفيد منحة السيارة وهذا ذكرناه سابقا وهناك ايضا امتيازات اخرى رح تكون كبيرة ورح يستفيد منها قطاع التربية حاليا مع نهاية الفيديو اتمنى تكونوا كاملين بخير وتكونوا هانين وتكونوا لباس عليكم ولا تنسوا تعملوا لايك بالفيديو والاشتراك في القناة ودعمنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد سلام